امتى منام النعش ده؟ تمام من حوالي عن اسبوعين كده تقريبا الله ينور عليك من قمة اسبوعين شفت النعش صح كده؟ او تمام خلال الاسبوعين دولاً ما جالكش في شوية فلوس حلوين كده؟ لا جال جالك فلوس او بالنص بقى جاله وجبتي بيه دهب صراحة وجبتي بيه دهب لا بالنص مش اسيبك ليه في نصه عطول مانا عبرتلك المنام صحة هو او ومرعوبة فهو انتعاش بعد منه يا جماعة اسمعوا كده اشبش حد يتحق عليكم وليقولك دجل وشعوزة وكلام من ده انتعاش فسألتها اجل شوية فلوس جبت بيه دهب اسمعني من التلفزيون اسمعني من التلفزيون الله يفتح عليك وينور قلبك ويسعدك ويبعد عنينا الشر يا رب ويخرجنا من الدنيا ده بأمن وآمان صلوا على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا جماعة الاخت الكريمة ما كانش بصلى الفجر وما كانش ملتزمة به وصلى بتشوف منامات وحشة طلع منام حلو منه هو وتحقق الحمد لله بس بتشوف بحر وكلام من ده بتقومها في زوعة يا جماعة يا ولادي الحلال يا بني آدم انت حضرتك بدأت تنتظم في الصلاة الشيطان هيسيبك الشيطان هيسيبك هو طول ما انت مقصر في الصلاة ومش منتزم وانسان مش كويس وانسان بتتفرج على التلفزيونات وعلى حاجات الوحشة وكلام من ده هو بقولك كده تمام انت عجبني وانا مبسوط منك مش هقرب منك خليك زي ما انت هوب اول ما تفوق وتقول الله اكبر راح اصلي يقولك يا ابني اللازين انت هتتعبني ليه بانا كنت نعم ومرتاح من يمتك بانا قدم الشيطان متوكل بيه فمن هنا يا جماعة على طول ما يسيبكاش بقى يبدأ يشتغل الاستاذة اللي هي بتصلي الفجر عشان تقول ايه اه شفت يا حبيبتي لما صليت الفجر بيجيلك احلام وحشة ازاي لو ما صليتش مش هجيبلك احلام ما هو اللي بيجيلك هو اللي بيرغكك هو اللي بيخوفك علشان ما تصليش بيتحك عليكي بيتلبس في حاجات كتير عشان يقولك اه صليت الفجر يقول الله شوف الاحلام الوحشة وكلام من دول ولكن لا ده بيتحك عليكي انا قلت كلمة في الحلقة في اولها قولك وده بنفس النمط اللهم ارزقني حسن الخاتمة قبل ما تنامي قولي اللهم ارزقني حسن الخاتمة وبقابليني في يوم من الايام في حلقة من الحلقات وكلميني لو جالك الاحلام الوحشة دي تاني وصلي على سيدنا النبي كتير والاستغفاء مش تلاقي حاجة تاني والله اعلى واعلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة